أحسن التحالف صنعاً أن أغلق المطار ولم يحفظ الأمن هكذا يمكن توصيف إعلان التحالف العربي إغلاق مطار عدن رسمياً والسبب هذه المرة خطوات احترازية في إطار مواجهات التهديدات الأمنية وعلى إثر هذا القرار علقت شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها من وإلى المدينة خلال نصف عام تقريباً من عودة نشاط المطار لم يعمل بشكل متواصل فشركتان وحيدتان هما اليمنية للطيران وطيران المملكة الأردنية ظلت تعملان بشكل متقطع بينما جاءت أغلب الرحلات في الجانب الحكومي كغيره من المنشآت توقف مطار عدن مع اجتياح جماعة الحوثي للمدينة فأغلق ثم استؤنف العمل فيه مطلع أغسطس المنصر بعد أشهر من التحرير بهذه الرحلة الأولى القادمة من عمان عززت السلطات انتصارها حين ذاك ولم يستمر ذلك طويلاً بل كان يتوقف بين فترة وأخرى بأسباب عدة أهمها الترميم أفضت الحالة الأمنية الهشة في عدن إذن إلى إقفال الشريان الرئيسي للبلاد وليس للعاصمة المؤقتة وحدها والمعروف الآن أن الأسباب إن لم تكن أبرزها الجانب الأمني فلا قيمة لها كما يفعل التحالف مع حكاية إيقاف المطار معاناة العاصمة المؤقتة تبدو أكثر وضوحاً يوماً بعد آخر والجريمة ما تزال تضرب في قلب عدن قد لا يكون آخرها اغتيال قائد عسكري بارز هو اللواء عبد رب حسين بينما لم تضع الأجهزة الأمنية يدها حتى الآن على المنافذ التي يتسرب منها كل هذا الشار فتوقف مطار عدن المصاحب أيضاً لكل هذه الأحداث يترك انطباعاً سيئاً بأن الأجهزة بدت ضعيفة إزاء الحالة الأمنية في ظل الإنفلات القائم لتظل يد الجريمة خفيفة وخاطفة وأقل تسامحاً مع عدن بل وتظهر هي الأعلى لتستولي المخاوف على العاصمة المؤقتة